الله يصبحكم بالخير مشاهدين رجعنا لكم متواصلين بفقراتنا وولا فقراتنا رح نحكي فيها عن الليزر كثير في من النساء وهل من الصبايا كمان أصغر سنا يعني اللي بجيالي كمان عم نتوجه للليزر بشكل كتير كبير اليوم بهمنا نحكي لكم انتو كمان هل الليزر هو شيء صحي إلو مضار عدد الجلسات اللي لازم نقوم فيها إذا فعلا لازم نقوم فيها وهل فيه ألم لازم نشعر فيه وعلى أي مرحلة إذا الألم زاد عن حده لازم نتوجه كمان لطبيب مختص ومن هم الأشخاص بالتحديد اللي لازم نروح نعمل عندهم ليزر هل هو شيء تجميلي أم شيء يعود لجانب الطبي والحديث عن هذا الموضوع بسعدنا يكون معنا شخص مختص من داخل الستوديو هي السيدة دسبنا قندح الله يصبحك بالخير صليك 25 سنة في هذا المجال وأنت كمان أنهيتي دراستك ببريطانيا باختصاص بكل ما يتعلق بالبشرة فعشان هيك بسعدنا نسمع منك هذه النصائح الله يصبحك بالخير أهلا كيف بداية نهارك؟ طمام صح هناك يبكير ولا دايما هيك؟ لا دايما هيك طيب ممتاز خلينا بالبداية نحكي كمان للمشاهدين اللي عم بيحضرونا الليزر كيف طريقة عمله بالتم؟ كيف بالتم؟ كيف بالتم؟ طبعا بتيجي علينا السبونة المريضة طبعا منكشف عليها منشوف الشعر كيف موجود إذا كان كثيف بفضل إنها تروح تعمل عندي فحص شامل إذا كان كثيف كتير بقولها تروح تعمل فحص الهرمون ممكن يكون في مشكلة بالهرمون ممكن يبقى في مشكلة بالهرمون ولكن هو الليزر نفسه هو إشعاعات الليزر نفسه هو إشعاعات أو طريقة عمل الليزر بالتحديد آلة الليزر الماكنة كيف تشتغل؟ هي أشعة بس تسلعيت الليزر خفيفة يعني أشعة خفيفة مش مؤلمة ممكن تكون لا لا مش مؤلمة هل ممكن يكون فيه كثافة أنت قلت أنك ترى كثافة الشعر عند النساء، هل يمكن أن يكون مستوى طبيعي لكثافة الشعر؟ وممكن أن يكون مستوى أعلى من الطبيعي التي يجب أن توجهها لطبيبين؟ نرى كيف تشتغل هرموناتنا في داخل الجسم؟ طبعاً، يعني كل واحدة حتى لو لم يكن هناك خلل في الهرمون، أنا أفضل تعمل فحص هرموني، أعرف كيف؟ على أساس أنه ممكن ما يبينش الخلل الهرموني الموجود في الجسم، فأحسن أن تعمل الفحص الهرموني في الجسم، على أساس أنه نتأكد، لأنه إذا تلعب فيه خلل في الهرمون في الجسم، احتمال أنه بالليزر لا تستفيدش، فهم عليه؟ هذه نقطة كثير مهمة، يعني أن الفحص دائماً هو بقدر، عشان كما نعرف أجسامنا أكيد بتختلف طبيعة كل الإمرأة أو عن الثانية بتختلف طبيعة جسمها، بالتالي أن الفحص الطبي بيساعد نعرف النتائج، هل هذا علاقة في أن كثير من النساء لا يضبط معهم الليزر؟ بعد فترة أجرع كمان مرة، يظهر شعر على جسم الإمرأة؟ بالصبت، صح؟ هذا هو، يعني ليس شرط أنه هذا يعني نجاح أو فشل عملية نفسها، ولكن هو ممكن يكون متعلق بجسم النساء، دعني أسألي كمان سؤال، من أي عمر، من أي فئة من قد نبدأ نتوجه أن نعمل الليزر؟ نستطيع إلى بحدود 18 قد أو enthusiasts تبدي الاستمتدام الليزر؟ أمس، هل أنا لنحن أن نستطيع إيصان؟ هل نحن نتوجه لأماكن عادة تكون تجميلية؟ هل هذا صح؟ أو لازم يكون المكان هو جزء منه كمان طبي يكون في دكاترا مختصين؟ أو خاصة أنه هل هناك انتشار واسع كثير للليزر؟ حتى الأسعار بنحس أنها متفاوتة، يعني فيه ناس بطلبه كثير غالي، فيه ناس بيكون كمان عدد الجلسات كثير أرخص، كيف الواحد بقدر يعرف وين لازم يتوجه؟ هو مظبوط صار فيه تنافس بين يعني فيه ناس بروح على مراكز تجميل يعني كثير فيه صار فيه تنافس تعفيب الليزر صار يطلبوا غالي كثير وفيه مراكز بيطلبوا صار فيه عروضات على الليزر فهو فيه ناس صار يتوجهوا لعند دكاترا وصار فيه ناس يتوجهوا للمراكز التجميلية فأنا بنصح يعني 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 الناس إذا في عندهم مشكلة هذا يعني مشكلة طبية يروحوا لعند شخص مختص لهو الدكتور الطبيب يعني هذا كمان مهم دايما نعمل فحص طبي مهم نعرف كمان وين ممكن نتوجه هل بقدر أي شخص فينا يقدر يعرف إذا هذا الجهاز ممكن يكون يعني صحي لجسمه أو لا ما منقدر نعرف إحنا كأشخاص يعني عاديين لا لا ما منقدر نعرف لا لا كأشخاص عاديين مش رح هي تعرفين فهو بعتمد على طبيعة الشخص اللي عم بعمل الليزر جا نفسه خليني أسألك هل طبيعي أنه الشخص اللي بيقوم أو أي حدا مرأ في الليزر يصير عنده ألم بعد أو أحمرار أو توهج بالبشرة؟ أه شوفي كل واحد بعمل الليزر هي بصير توهج في البشرة وقتي يعني لحظة يعني بعد بفتر أه مش يعني بعد ساعات يعني بحدود ثلاث ساعة وبعد بيروح وبعدين يعني منقدر نحط مراهم يخفف شوية خاصة إذا البشرة حساسة منحط مراهم وبتقدر لازم يعني إذا بشرة حساسة كتير كتير منقدر تستعمل بعض الأشعة اللي استعملناها يعني طول الوقت يعني تستعمل مراهم ليومين ثلاثة وذات ست هل بختلف إذا كان لحدا طبيعة لون بشرته صمرة أو بيضة إذا كانت الشعرة سودة أو شقرة؟ هل بختلف؟ شوفي إذا كانت البشرة بيضة والشعرة سودة العلاج أسرع بيبقى أما إذا كانت البشرة صمرة والعلاج بيطول فدائما البشرة البيضة والشعرة سودة بتبقى العلاج أسرع وهذا يعني بس بعتمد على اللون مش على أي إشي تاني؟ لا على خمل الشعرة أو بفعها أو كذلك؟ على خمل الشعرة والبشرة بيضة هي بتساعد إنه تخلص الزبول أسرع كنت بدي أحكي لك إنه هل كان عمره في عندك تجارب أشخاص عملوا ليزر وما نجحت لطبيعة أجسامهم فقط؟ هل ممكن يصير إنه بعد فترة ما ينجح ليزر بتاتا؟ يعني إحنا نعرف إنه فيه تطور كمان تكنولوجي وعلمي شهد الليزر يعني عم نحكي مثلا إحنا هلا في 2013 كتير بفرق قبل نحكي عن مثلا عن 2000 في صار تطور كتير تكنولوجي هل النتائج هلا عم تصير مقبولة أكتر أسرع أسهل؟ هلا آه مهو قل سنة عن سنة زي ما قلتي عم بيطلع أشياء جديدة ممكن إنه تطلع يعني إنه تصير أسرع يعني فيه ليزر هلا فيه عندي مثلا عم بيطلع النتيجة أسرع يعني فيه مثلا الليزر اللي الموجود بديشة أقول اسمه يعني أو عند براكز كتيرة اللي يشاروه مثلا عم بيطلع النتائج منيحة مرضية وعند دكاترة كمان نفس الشيء هلا إحنا بهذا الحديث كلاته حكينا عن إيجابيات والمرحلة اللي ممكن يمرأ فيها الشخص بس قبل كمان ما أنت إلى موضوع تاني خليني أسألك بين الجلسة والجلسة قديش من يحتاج وقت آه بالنسبة للوجه لجلسات الليزر لأي طرق آه جلسات الليزر بين للوجه كل شهر أو كل ست أسابيع يعني لازم تعمل جلسة بالنسبة للجسم كل شهرين جلسة وهل في أشياء متطلبة من الشخص نفسه بين الجلسات يبعد عنها يستثنيها مثلا أنه يتعرض للشمس للمي أو في أمع لازم ما تتعرض للشمس ما يعملوش برونزاج هذا أهم شيء لأنه إذا عملت برونزاج مش رح تستفيد على الليزر كمان و هدو الأهم نقطتين يعني فممكن الأفضل أنه بفصل الشتاء الناس معنا إذا مهم أنهم تعلمش للشتاء هي مصبوط هي بالشتاء أكتر بلاقوا نتيجة بالشتاء بلاقوا نتيجة أكتر من الصيف يعني بالحديث عن هاي التفاصيل إحنا حكينا ممكن نكون عن إيجابيات الليزر وحكينا أنه فيها نتائج مرضية أن الأشخاص بيختلف التعاطي ما بين لون البشرة ما بين كمان الفئة العمري إيها علاقة؟ إذا حدا أكبر سنن أو أكبر أصغر أو أكبر سنن؟ لا ما أعتقدش لا ما في فرق لا لا خلينا نحكي إذا فيه مضار ممكن تكون من الليزر على جسم الإنسان على المدى البعيد هل ممكن يأثر؟ لأنه كل شخص فينا حتى من إحنا وصغر نتعلم أنه هذا شيء طبيعي أنه شيء طبيعي أنه لازم يكون فيه شعر على جسمنا بغض النظر إحنا ذكور أو إناث هذا نمو طبيعي ومراحل يمرأ فيها كل ما نكبر بالعمر تختلف كل هذه المظاهر ولكن هل هناك سلبيات أنه ننزيل الشعر على مدى طويل ونمنع من أنه نموه بشكل طبيعي؟ لا، ما إليش مضار الليزر أصديك ما إليش مضار على نموج جسمنا بشكل طبيعي؟ لا 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 ما إليش مضار جانبية؟ لا ما إليش مضار جانبية لا، يأثر على أصديك إشياء أمراض تانية، لا لا، لا 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 لا، ما تatson يعني بطمعنا كمان المشاهدين يكونوا سمع ونصائح وعادة بهنا نسمع وجهات نظر كمان مختلفة ولكن من شخص بمارس هاي التجربة والمهنة من اكثر من 25 سنة ساعدنا انك تكوني معنا داسبنا قندح اليوم بهاي الفقرة بالتحديد ومشاهدينا بطمع انتو كمان تكونوا استفدنا استفدتوا معنا نشكرك وبنتمنى لك يوم سعيد اسلامي شكرا خليكم معنا مشاهدينا من بعد هالفاصل نحن نكمل ونتابع فقراتنا